كشفت صحيفة The Independent البريطانية عن المعاناة التي يواجهها عمال البناء في المنشآت الرياضية بقطر مؤكدة أن الكثير منهم تعرض لانتهاجات جسيمة فضلا عن حقوقهم التي تضيع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي عبيد يبنون قبورا هكذا وصفت صحيفة The Independent البريطانية وضع العمال في قطر الذين يعملون في مجال بناء المنشآت الرياضية المقرر لها صدافة كأس العالم المقبل تقرير صحيفة البريطانية كشف أن العديد من العمال يثم جلبهم من دول فقيرة ثم يتعرضون للخدع في البداية يوعدون برواتب تصل إلى 400 دولار إلا أنهم في الواقع يتقاضون ما يعادل 200 دولار بمقرد الشروع في العمل خدعة أخرى تصنعها السلطات القطرية بحق الباحثين عن رمق العيش في الدوحة فهم يضطرون لدفع رسوم مالية تبلغ 2000 دولار فضلا عن تحملهم تكلفة رحلة الطيران وعند وصولهم إلى المطار تحجز جوازات سفرهم فيصبح محبوسين داخل الأراضي القطرية منظمة العمل الدولية تشدد أن لا يتخطى إجمال عدد ساعات العمل في اليوم الواحد الثمان ساعات لكن هذا لا يسري على أعمال الإنشاءات في قطر فهم يتجاوزون 12 ساعة يوميا في ظل درجة حرارة مرتفعة ليلجأوا بعد ذلك إلى النوم في مساكن لا تستوفي الشروط الكريمة وتشير الاندبندنت أن عددا كبيرا من العمال في قطر ينتظرون أشهرا للحصول على رواتبهم مؤكدة أن المحظوظين فقط من يتقاضون الأجورة في موعدها أريد أن أقول للحكومة القطرية أن عليهم أن يدركوا مشكلات العمال المهاجرين لقد لعبنا دورا حيويا من أجل نهضة قطر لذا يتعين عليهم أن يدفعوا بشكل أفضل وتعاملوا معنا بإحترام فعلى الرغم من تحضير قطر لحدث رياضي من المفترض أن يرسم البهجة والسعادة على وجوه المتابعين لكن الألاف ممن استعانت بهم لتحسين صورتهم لا يجدون على أرضها سوى الآلام والحقوق المنتهك